طب حدثنا عن تجربة دمج أعمال ياسر رحباني من أغاني ومسيئة صامتة مع سيناريو مؤلف من لمساتك وفي إطار مشوق آه عم تحكي عن الحفلة طلعت بفكرة من فترة أنه بدمع لأنه صار في كتير عم بيقلده هالفكرة أنه بتحطي بيانو وحوليكي أوركسترا وبتسكر هالصالة وبتولعه هالعالم ما فهم من ينشي من شي يعني عم نحكي بالمعنى المجازة بتولع يعني فقررت أنا متى ما يكون نحنا كوبي ولأنه أنا عندي كتير ثورة على كل الموسيقيين بدوا يدقوا بيانو بحفلاتهم موسيقى الوالد بدوا ما يسألوني هيدا ضد الإنون عم بعمل ثورة على هايون هلا وبدوا ينسولن إنذارات من المحامين بكل العالم العربي ما في حدا يستفيد من بيتك يعني بيفوت نفس الشي معقول حدا يفوت عبيتك يقول هيدا بيتة ما بتخليه بس بالموسيقى ما بيحسوا نحنا بالعالم التالت الموسيقى مع له لو كان شعر كمان كانوا قاموا عليه يعني إذا أنا جيت عملت بدي قليكن ليلة عند أمسية شعرية وصفحة من يسعب وشبكة وصفحة من سعيد عقل وصفحة من نزار إباني وصفحة من طه حسان بتقولي بتقومي بتسبييني بتقولي أنت حرامي طب ليش بالموسيقى كمان بدوا الموسيقيين مام ألفين شي بدوا يسترزقوا يعيشوا عظهرنا عظهر موسيقى والحان وكلمات ليسعباني هيدا ممنوع فمن هالمنطلق أنا أول شي هاي واحدة لحالة تاني واحدة الفكرة مدين ما نعمل هيك حفلات مقلة معنا عملت خط درامي أثرت بفيلم مامية من أغاني الآبا قدروا يفهموا الناس إنه في خط درامي يكون في ساسبانسي لأطيك لآخر الحفلة هذا اللي بلشتوا بباريز وبالشام وبالسعودية منبلش غنية القصة إنه في ضايعها في لبنان بلدة بيجي عليها واحد كان سلو 15 سنة مسافر في البار جلخ بيجي عليها بيشوفها الأصحاب بأغاني تخدم الموضوع طبعا ياسر حباني بطريقة وبالبلدة بيتعرف على صبية حلوة ضمن الأغاني وهالصبية الحلوة بتعشق وبعشقوا بعضهم وضمن الأغاني كمان بس تفهمهم من الموضوع الأغاني إنه بصير عنده الحب بعدين بصير فيه مشكل خيانة بيتخانقوا بصير فيه جفا وبيصير فيه بعض بيرجع فيه أغاني الأشتياء بيرجع فيه اللقاء بتخلص الحفلة وبنبعد بتخلص القصة منلعب ثلاث معزوفات يلي ما قلنهم عليها أور كونكور يعني عم بحلمك يا حلم يا لبنان منغني شيء وطني منغني شيء مثل كان الزمان وكان أو كان عنا طحون سهر الليالي هاو دي ما قلنهم عليها بالسيناريو وهي دي القصة وهلأ بدي طورها أكتر تتسير بش بس بدي خليها تسير ضمن كأنه حفلة القصة مع الرقص مع كل شيء وأضفت أورادي إلى الحفلات رقصتين دبكة يعني مرق على الطواحين وكتلوني عيون السود راح معنا استلسامي الحج وثنى عشر راقص دبكة لبنانية عملنا التابلوين دبكة يعني أنا بحب الناس ما يحضروا بقى بس بيانو وأوركسترا